اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي شبكات خارجية او الانترنت فيتم ارسال البيانات الى البوابة الافتراضية واللي بدوره لما يستلم البيانات رح يقوم باعادة توجيهها الگاتوي هي ايضا جهاز فعلي هذا كمصطلح او كمعنى اخر في ضمن تي سي بي سلاش اي بي هي بتكون جهاز يعمل فيما بين طبقة الترانسبورت لاير والابليكاشن لاير او طبقة التطبيقات وطبقة النقل في ضمن نظام ال او اس اي مودل والذي يمكنه من ارسال البيانات فيما بين الانظمة المختلفة مثال عليها بوابة البريد فبغض النظر على التوافق فيما بين الشبكتين فسوف يسمح لهما بتبادل البريد الالكتروني الفي بي ان هي اختصار لفيرجوال برايفت نتورك والتي تعني شبكة خاصة افتراضية وقد نحتاج الى الاتصال فيما بين جهازين او شبكتين من خلال شبكة غير موثوق بها مثل الانترنت وكون الانترنت شبكة غير موثوق بها لان نحن لا نتحكم بها ولا نشرف عليها ولا نراقب الحماية اللي فيها وذلك كونها شبكة عامة فقد نحتاج الى استخدام النت لكي نتصل لكي نربط فيما بين شبكتين او نتصل فيما بين جهازين ولكن نحتاج ان الاتصال الذي يمر من خلال شبكة الانترنت او الشبكة العامة بشكل عام لانه ممكن تكون شبكة مزودة الخدمة لشركة الاتصالات ايضا تعتبر شبكة عامة اي مشترك يستطيع الدخول فيها او الاشتراك فيها فهنا قد نحتاج الى تأمين الاتصال اللي رح يعبر من خلال الشبكة العامة او الغير موثوق بها فهنا رح يقدم لنا الفي بي ان امكانية انشاء اتصالات خاصة امنة وفي عملية الفي بي ان بيتم استخدام عدد من البروتوكولات وهي تشمل التالي عندي بروتوكول شبكة محلية وهذا مطلوب يعني ليش اختياري عندنا هنا البروتوكول وصول عن بعد او لاين بروتوكول وهذا مطلوب وليس اختياري عندنا بروتوكول مصادقة وهو اختياري وعندنا بروتوكول تشفير وهو اختياري ويطلق على الجهاز الذي تنتهي عنده اتصالات الفي بي ان مصطلح او اسم اللي هو الفي بي ان كانسين تراتر ويتضمن هذا الجهاز تقنيات تشفير ومصادقة طبعا بجودة افضل كونه هو جهاز متخصص في اتصالات الفي بي ان يوجد لدينا نوعين للفي بي ان وهما النوع الاول اللي هو الريموت اكسس في بي ان وهو يعني ان يقوم المستخدم بالوصول عن بعد الى الشبكة تخيل مستخدم مثلا موجود في المنزل يريد الوصول الى الشبكة بحيث انه يدخل على حسابه الموجود على شبكة العمل والوصول الى الموارد المتاحة لحسابه فمن خلال اتصال الانترنت طبعا يكون مهندس الشبكة سمح له يعني قام باعداد في بي ان وسمح له باعتصال في بي ان مسبقا فيستطيع من خلال وهو موجود في منزله في اي وقت حسب اعدادة الفي بي ان طبعا ان يدخل على الشبكة من خلال اتصال الانترنت ويصبح موجود في داخل الشبكة بعد ان يدخل بعد ان يقوم بادخال عملية المساطقة الاسم المستخدم وكلمة السر ويصبح كأنه موجود في داخل الشبكة هذا النوع الاول النوع الثاني سايت تو سايت في بي ان وهي للربط فيما بين شبكتين محلية في الريموت اكسس في بي ان بحيث رح يتم انشاء نفق افتراضي فيما بين شبكتين طبعا عفوا في الريموت اكسس في بي ان هذا اتصال فرد لشبكة اما السايت تو سايت في بي ان هو ربط شبكتين مع بعض اه وعندنا هنا بالنسبة لي الريموت اكسس في بي ان سوف يتم انشاء نفق افتراضي فيما بين جهاز المستخدم وجهاز الفي بي ان أما مع السايد تو سايد في بي إن فرح يتم إنشاء النفق الافتراضي فيما بين جهازين في بي إن الفيلان اختصار لفيرج واللوكال ايريا نتورك أو الشبكات المحلية الافتراضية في لانز وهي تقوم بتقسيم الشبكة المحلية الواحدة إلى عدد من الشبكات المنفصلة عن بعضها البعض بشكل افتراضي بحيث أنه فيزيائيا رح تكون الشبكة منظرها شبكة واحدة ولكن افتراضيا في رج واللوكال رح تكون الشبكة مقسمة والأجهزة متوزعة ضمن هذا التقسيم ورح يتم إنشاء الفيلانز في داخل السويتش وتوزيع منافذ السويتش فيما بين الفيلانز المختلفة أي تقسيم السويتش الفيزيائي الواحد إلى عدد من السويتشات بشكل افتراضي في رج واللوكال وتقدم الفيلانز طريقة أخرى للفصل فيما بين الأجهزة الحساسة وبقية الشبكة حيث تعتبر هذه واحدة من استخدامات الفيلانز فمثلا إذا كان يجب أن يكون هناك جهاز واحد فقط قادر على الاتصال بسيرفر التمويل عندها من الممكن وضع الجهاز وسيرفر التمويل في فيلان منفصلة عن الفيلانز الأخرى بحيث أنه فقط الجهاز اللي موجود مثلا لو افترضنا أن الفيلان اللي أنشأناه هي فيلان مية مثلا ووضعنا فيها السيرفر الخاص بالتمويل والجهاز المسموح له الاتصال بهذا السيرفر فعندها الجهاز اللي موجود فيه داخل الفيلان مية هو واحده اللي رح يكون قادر على الاتصال به جهاز التمويل أي جهاز في الفيلانز الأخرى لن يكون قادر على الوصول إلى جهاز التمويل مع وجود إمكانية نحن نجعل بعض الفيلانز أو كل الفيلانز تكون قادر على الاتصال مع بعضها البعض ويتم ذلك من خلال جهاز الراوتر ومن الممكن استخدام قائمة التحكم بالوصول اللي هي الـ Access Control Less للتحكم بحركة البيانات المسموح بها فيما بين الفيلانز المختلفة الفيلان الواحدة من الممكن أن تتمدد على عدد من السويتشات مما يعني أن الأجهزة من الممكن أن تكون متباعدة عن بعضها البعض فيزيائيا وفي أماكن مختلفة من الشبكة ولكنها سوف تكون ضمن فيلان واحدة بغض النظر عن موقعها الفيزيائي الفيلانز تمتلك العديد من المزايا وعيوب قليلة تتلخص في الجدول التالي المزايا التكلفة فشبكات الـ Switch مع الفيلانز هي أقل تكلفة من شبكات التوجيه لأننا لو أردنا مثلا أن الشبكة المحلية الواحدة نقوم بتقسيمها إلى عدد من الشبكات من غير استخدام الفيلان فنقوم بذلك من خلال الراوتر إما بزيادة عدد الراوترات أو بزيادة عدد المنافذ الموجودة في داخل الراوتر ويعتبر هذا الحل مكلف مقارنة باستخدام الفيلان في داخل السويتشات وفصل الشبكة المحلية إلى عدد من الشبكات بشكل افتراضي الميزة الثانية الأداء وذلك عن طريق أنه من خلال الفيلان رح يتم إنشاء مجالات بث أصغر حيث أن كل فيلان رح تكون عبارة عن برودكاست دومين من ما يحسن الأداء لأن الشبكة المحلية الواحدة هي عبارة عن وان برودكاست دومين مجال بث واحد وكل ما زاد عدد الأجهزة في داخل هذا المجال البث فرح يؤدي ذلك إلى بطء في الشبكة أو انخفاض في الأداء فبالتالي لما أقوم بتقسيم الشبكة المحلية الواحدة إلى عدد من الشبكات من خلال الفيلانس فأنا بقسم المجال البث أو البرودكاست دومين رح أقسمه إلى عدد من المجالات حسب عدد الفيلان لو عندي في داخل الشبكة المحلية خمسة فيلان فعندها أنا عندي عدد خمسة مجالات بث برودكاست دومين وكل طبعا ما كان عدد الأجهزة أقل في داخل البرودكاست دومين الواحد كل ما أدى ذلك إلى زيادة أداء الشبكة من المزايا أيضا عندنا المرونة حيث من خلال الفيلان يتم إزالة متطلب أن تكون الأجهزة على نفس الشبكة المحلية أو هنا على نفس الفيلان بأن تكون في نفس الموقع يعني ممكن عندي كذا جهاز موجود في كذا شبكة محلية ممكن أضمهم ضمن فيلان واحدة ربما أنهم متباعدين فيزيائيا فيصبحوا كأنهم في داخل شبكة واحدة فيرجوان وكذلك في داخل الشبكة المحلية الواحدة الأجهزة المتباعدة فيزيائيا عن بعض البعض بالإمكان أن أنا أنشئ فيلان وأضمهم بداخلها هذا يوفر لي المرونة عندنا الميزة الرابعة للاستخدام وتطبيق الفيلان الحماية حيث توفر طبقة أو أكثر من الفصل في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة طبعا أنا لما أجي أفصل أو أقسم الشبكة المحلية إلى عدد من الفيلان فأنا بالطريقة هذه أقسم الأجهزة فبالتالي حركة البيانات تكون ضمن الفيلان الواحدة يعني اللي موجودين في فيلان 50 لا يستطيعون الإطلاع على حركة البيانات الموجودة في الفيلان 100 والعكس هذا طبعا من خصائص الحماية والسيكوريتي اللي يوفرها لي الفيلان بالنسبة للعيوب فعندنا فعليا عيب واحد فقط اللي هو زيادة ضغط إدارة الحماية وهو عيب يعني بسيط مقارنة بالمزايا اللي بيقدمها لي الفيلان النات اختصار للنتورك أدرس ترانزيليشن والتي تاني ترجمة عنوان الشبكة عندما تشترك الشركة في خدمة الانترنت أو الاتصال بالشبكات الخارجية فسوف يكون من خلال طبعا سواء كانت شركة أو فرد يعني ضمن استخدام منزلي فراح يكون من خلال الاتصال واحد يتم من خلال الراوتر أو النات سيرفر ولو حاول المخترق الحصول على معلومات فسوف يحصل على معلومة أن الاتصال له عنوان Public IP واحد فقط بحيث يقوم النات بفعالية بإخفاء أجهز الشبكة المحلية الخاصة بك عن الخارج مما يجعل المخترق من الصعب عليه تحديد الأنظمة الموجودة على الجانب الداخلي لجهاز الراوتر بحيث تقوم النات بعمل جدار حماية بسيط وغير مكلف للشبكات الصغيرة وتعتبر إحدى خصائص الحماية في الشبكات المتوسطة والكبيرة تقوم النات بتحويل الـ Private IP Address والذي لا يمكنه الاتصال بالإنترنت إلى الـ Public IP Address ليتم الاتصال بالإنترنت بحيث العناوين الخاصة اللي احنا بنستخدمها في داخل الشبكة المحلية بيتم تحويلها إلى عنوان عام لتتمكن من الاتصال بشبكة الإنترنت وللتذكير بالعناوين الخاصة كنطاقات فعندي بالنسبة للكلاس A 10-30-10-355 عندنا الكلاس B 10-172-16-0-172-32-255 عندنا 10-192-168-0-192-162-255-255 هذه العناوين الخاصة المجانية اللي بيمكننا نستخدمها في داخل الشبكة العنوانة الأجهزة في داخل الشبكة المحلية واللي عندما تتصل أي جهاز يمتلك عنوان خاص لما يحاول الاتصال بالإنترنت يتم استبدال عنوانه الخاص بالعنوان العام يوجد لدينا أنواع للنات أكثر استخداما هو النوع Port Address Translation P-A-T وهو يعني استخدام عنوان Public IP 1 لجميع الأجهزة في الشبكة ويتم التفريق فيما بين عنوين الـ Private IP عند تحويلها كلها إلى Public IP 1 من خلال أرقام المنافذ عندنا الـ D-NAT اللي اختصار لـ Destination Network Address Translation هي تقنية لتغيير عنوان المرسل إليه من الـ Public IP إلى الـ Private IP الذي يقابله ليتم إرسالها داخل الشبكة المحلية ويوفر الـ D-NAT وسيلة لإرسال الـ HTTP بحيث لحركة البيانات الخاصة بالإنترنت بحيث يوجه حركة بيانات المستخدم إلى وجهة أخرى مثل المحتوى المركزي أو سيرفر المساطقة أو بعض المواقع الخارجية الأخرى بناء على معايير محددة مما يحاقق هدف شبيه بالـ Board Forwarding يعني أنا بحاول التصب بموقع معين فمن خلال الـ D-NAT الموقع هذا بيحولني إلى صفحة معينة مثلاً أننا أدخل معلومات المساطقة الـ D-NAT مثل ما تكلمنا بيوفر لي خاصية أمنية بحيث أننا من خلالها يعني ما يبين لدى المخترق اللي بيحاول جمع المعلومات الجهة الداخلية للجهاز الراوتر وأيضاً بالإضافة إلى هذه الصفة الأمنية فـ D-NAT هو أيضاً تم تصميمه بهدف تقليل استهلاك عنوين الـ IP على مستوى الإصطار الرابع فبسبب الانتشار الكبير لإستخدام الإنترنت حدث أنه أصبح عندنا تناقص في العناوين العامة الـ Public IP Addresses اللي بيتم استخدامها للاتصال بالإنترنت فأتى الـ NAT خصوصاً الـ Port Address Translation لتخفيف الاستهلاك لعناوين الـ IPv4 حتى ظهر الـ IPv6 وما زال أيضاً الـ NAT حيكون معانا حتى يتم تطبيق الـ IPv6 بشكل كامل وأيضاً في الـ IPv6 أو الـ Star Status اللي عنوانة الـ IP أيضاً الـ NAT موجود لأنه قد لا نحتاج إليه لتوفير العناوين لأن الـ IPv6 بيقدم لنا عدد كبير جداً وعملاق من العناوين ولكن نحتاج إليه كخاصية أمنية أنواع الاتصال بالإنترنت يتوفر لدينا عدد من أنواع الاتصال بالإنترنت سواء للأفراد أو قطاع الأعمال سواء سلكي أو لا سلكي وعملية اختيارنا لنوع محدد ستعتمد على عدد من العوامل مثل ما هي الخيارات التي يقدمها لنا مزود الخدمة في المنطقة التي نقع فيها وما هي السرعة التي نريدها وما هي الميزانية المخصصة هذه العوامل وغيرها تتحكم في اختيارنا لنوع الاتصال بالإنترنت لدينا هنا قائمة بأنواع الاتصال بالإنترنت وهي كالتالي لدينا الكابل في بعض الدول مثل أمريكا لدينا خدمة الكابل ويتعني القنوات التلفزيونية المحلية والفضائية بيتم تقديمها من قبل شركة الكابل بحيث يشترك العميل فيتم إيصال كابل إلى منزله وشركة الكابل قامت بالتطوير بحيث بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية أضافت خدمة أخرى بحيث أنه هي رحت بالإضافة إلى إيصال بث القنوات التلفزيونية هذه الخدمة الأخرى هي خدمة الإنترنت مما ولد لدينا نوع من الاتصال بالإنترنت وهو إنترنت الكابل وهو من الأنواع المنتشرة في الدول التي لديها هذه الخدمة لدينا الـ DSL اللي هو اختصال لخط مشترك رقمي وهي تقدم خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الأرضي العادية وسرعة الـ DSL تبدأ من 128 كيلو بيت في الثانية حتى 24 ألف كيلو بيت في الثانية الواحدة عندنا الـ Dial-Up وهي من أقدم أنواع الاتصال بالإنترنت وأكثرها بطئا وهي تقدم خدمة الإنترنت عبر خطوط التلفون الأرضي العادي وتعمل بسرعة 56 كيلو بيت في الثانية وحاليا لم تعد منتشرة إلا في بعض المناطق الريفية الفايبر وهي تعني تقديم خدمة الاتصال بالإنترنت عبر كياب الألياف الضوئية وهي من الأنواع الحديثة والتي تقدم سرعات عالية للاتصال بالإنترنت ولكنها في المقابل مكلفة من ناحية قيمة الاشتراك والأجهزة التابعة لها ونظرا لهذه التكلفة فغالبا ما تكون الألياف والفايبر خيارا للشركات ولكن يوجد أدينا تقنية ال-FTTH وهي تقنية لتقديم خدمة الإنترنت للمنازل بسعر جيد ويوجد أدينا ال-FIOS وهي تقدم خدمة الألياف الضوئية للإنترنت بجانب خدمة الهاتف الأرضي ومحطات التلفزيون من أنواع الاتصال بالإنترنت عندنا الساتيلايت أو الأقمار الصناعية وهي من التقنيات اللاسلكية بحيث يتم التواصل فيما بين مزود الخدمة والقمر الصناعي من خلال قيام طبق الدش أو طبق الاستقبال بإرسال إشارات المايكروويفي للقمر الصناعي واستقبالها ويمكن للقمر الصناعي الواحد خدمة عدد من جهات الاتصال أو مزودي الخدمة أو شركات الاتصالات لذلك يطلق عليه نقطة لعدد من النقاط ويعتبر إنترنت القمر الصناعي بطيء ويتأثر بالعوامل الجوية لذلك لا يتم اختياره إلا عند الضرورة عندنا ال-ISDN طبعا إيش مثال على الضرورة؟ مثال مثلا عندي مناطق جبلية كمثال ولا يوجد فيها كيابل ولا يوجد فيها تغطية هاتفية فعندها يعتبر الساتيلايت هو الخيار الوحيد للاتصال بالإنترنت فعندها يتم باختيار هذا النوع من الاتصال فإذن الساتيلايت هو غير مرغوب فيه كونه مثل ما ذكرنا بطيء ويتأثر بالعوامل الجوية إلا في حالة أنه هو الخيار الوحيد المتوفر أمامنا عندنا من أنواع الاتصال بالإنترنت ال-ISDN هي تقنية شبكة واسعة أي من الممكن استخدامها لربط الفروع وكذلك تقديم خدمة الإنترنت وتعتمد في عملها على تقنية الباكت سويتشينغ وتدعم القنوات المتعددة على خطوط الهاتف التي سوف تحمل الاتصالات الرقمية الخلوي وهي استخدام شبكة الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت ولدينا الجيل الرابع الذي يحتوي على ثلاثة معايير وهي ال-GSM-CDMA-LTE وحاليا ظهر الجيل الخامس لشبكة الهاتف الخلوي عندنا الربط وهي عملية توصيل جهاز بهاتف ذكي أو جهاز لوحي بغرض الاتصال بالإنترنت وعملية الربط باستخدام 802.11 أو البلوتوث أو بتستخدم كابل مثل ال-USB Mobile Hot Spot وهي تعني أن الجهاز المتنقل مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي يعمل كنقطة وصول لاسلكي أو نقطة اتصال Wi-Fi بحيث تزود الأجهزة التي تتصل به بالإنترنت خط إنترنت لاسلكي بصري وهو يعني أن يكون لديك خط مباشر للرؤية بين موقعك وجهاز الإرسال الخاص بمزود الخدمة وهذا المسار البصري يجب أن لا يقطعه شيء وتستخدم مع المسافات القصيرة جدا وهذا النوع من الاتصال بالإنترنت لا يستخدم على نطاق واسع أنواع الشبكات الشبكة هي مجموعة من الأجهزة المتصلة ببعضها البعض ومن الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة ال-Client وال-Server الس-Server عبارة عن جهاز يقدم خدمة أو أكثر مثل مشاركة الملفات والطباعة و-Client هي أي محطة عمل تصل إلى الخدمة التي يقدمها الس-Server الشبكة هي تعتبر اتصال جهازين فأكثر وتتواجد بأحجام ونطاقات مما يولد لدينا أنواع من الشبكات وهي كالتالي لدينا ال-Lan وهي اختصار Local Area Network أو الشبكة المحلية وهي شبكة محصورة جغرافياً داخل مساحة صغيرة محدودة وهي مثل غرفة بناء مصنع مستشفى وكون الشبكة المحلية لا تمتد لمسافة كبيرة فبالتالي ذلك يمكنها أن تقدم غالباً سرعات عالية والتقنية الأكثر استخداماً في الشبكة المحلية هي تقنية ال-Ethernet والتي تتواجد بعدد من السرعات الخاصة بنقل البيانات وهي العشرة ميجابيت، المئة ميجابيت، الواحد جيجابيت والعشرة جيجابيت ال-One Wide Area Network أو الشبكة الواسعة وهي عبارة عن مجموعة من اثنين أو أكثر من الشبكات المحلية بحيث تربط فيما بينهما البين الشبكة واسعة والشبكة الواسعة كما يتضح من اسمها هي بتغطي مساحة جغرافية كبيرة واسعة والشبكة المحلية غالباً ما تتصل بالشبكة الواسعة من خلال جهاز الراوتر وكون الشبكة الواسعة هي تغطي مساحة واسعة فذلك يجعل السرعات التي تقدمها أبطأ من السرعات الموجودة في الشبكة المحلية ال-PAN هي اختصار ل-Personal Area Network أو الشبكة الشخصية وهي شبكة تربط عدد من الأجهزة لاستخدام شخص واحد وهي لا تتعدى عدد من الأمتار ال-MAN هي اختصار لشبكة المدينة وهي شبكة تغطي منطقة جغرافية معينة مثل الحرم الجامعي أو مدينة ما مما يجعل شبكة المدينة أكبر من الشبكة المحلية وأصغر من الشبكة الواسعة ال-WMN اللي هي اختصار ل-Wireless Mission Network وهي شكل من أشكال الشبكة اللاسلكية اللي تنتمي لل-Ad Hoc أي الذي لا تستخدم Access Point أو نقطة وصول لاسلكية بحيث كل جهاز يمتلك اتصالات لاسلكية متعددة مع أجهزة أخرى مما يكون اتصال غني بالتسامح مع الأخطاء بحيث لو فشل ممر يتم الاستعانة بممر آخر أدوات الشبكة هنا لدينا مجموعة من الأدوات الشائعة التي يتم استخدامها لإنشاء وصيانة الشبكات وهذه الأدوات هي كالتالي لدينا أداة الكريمبر وهي أداة تقوم بكبس ال-RG45 على طرف الكابل المجدول وكذلك بعضها بيأتي أيضا لكبس منفذ ال-RG11 الخاص بكيابل الهاتف المجدولة كابل ستريبر وهي أداة تستخدم لإزالة الغلاف الخارجي لكابل الشبكة وذلك للوصول إلى الأسلاك الثمانية المجدولة الموجودة في داخل كابل الشبكة أداة الملتيمتر أو القياس المتعدد وهو جهاز يحتوي على عدد من أجهزة القياس داخل جهاز واحد ومن القياسات عندنا قياس التيار الكهربائي قياس الجهد الكهربائي قياس المقاومة وقد يأتي هذا الجهاز رقمي أو تناظري وتزداد فيه أدوات القياس أو أنواع القياس تزيد أو تنخفض حسب نوع الجهاز مولد النغمة والمسبار هو جهاز يتكون من قطعتين القطعة الأولى يتم تركيبها على طرف الكابل الخاص بالشبكة وتشغيله فيولد لدينا نغمة في داخل الكابل القطعة الثانية المسبار وهي قطعة تقوم بتتبع النغمة التي بداخل الكابل مما يساعدنا في تحديد مسار الكابل وتحديد الطرف المقابل له ويمكن استخدامه للعثور على الانقطاعات الموجودة في الكابل الشبكي فاحص الكابل وهو يتكون من قطعتين يتم تركيب كل قطعة في طرف من طرفي الكابل الشبكي طرف يولد إشارة كهربائية والطرف الآخر يستقبلها والفكرة تتمثل أن الإشارة الكهربائية سوف تمر عبر الأسلاك الثمانية وبالتالي سوف يتضح ما إذا كان الكابل الشبكي المجدول سليم أو به تلف كانقطاع أو عدم كبس صحيح للRG45 هذه النوعية التي نرى أمامنا هذا نوع من أنواع فاحص الكابل والذي يستخدم مع فاحص الكابل المجدول لدينا فاحص خاص بالكابل المحوري لدينا فاحص خاص بالكابل الألياف الضوية اللوبباك بلغ وهي قطعة يتم تركيبها على كرت الشبكة أو الانترفيس وتقوم بإخراج الإشارة وإعادتها مما يتيح لنا اختبار المنفذ أو كرت الشبكة للتأكد من أنه يعمل بالشكل الصحيح لدينا أداة البانش داون تول وهي أداة ضغط على أسلاك كابل الشبكة في داخل الباتش بانل لدينا الواي فاي أناليزر أو محلل الواي فاي هي أداة بتقوم بجامع المعلومات حول الترددات اللاسلكية الموجودة في منطقة ما وهذه الأداة قد تكون جهاز فيزيائي أو برنامج متبت على اللابتوب أو الهاتف الذكي وهذه المحللات تختلف على نطاق واسع من ناحية المعلومات التي يمكنها إظهارها وبالتالي بتختلف من ناحية السعر وبعض الوظائف التي توفرها الواي فاي أناليزر هي كشف الضوضاء وتحديد الموقع معلومات القناة قوة الإشارة قائمة بنقاط الوصول اللاسلكية الموجودة ضمن منطقة ما وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني اللي هو الشبكات وبختام هذا الفصل رح ناخذ أسئلة المراجعة الخاصة بالفصل الثاني الشبكات واللي هو عبارة عن مراجعة للمنهج الجديد أو الإصطار الجديد لأي بلس ضمن الفصل التاسع عشر وهو مواضيع متفرقة في الحاسوب السؤال الأول أي مما يلي يستخدم المنفذ مية وعشرة الجواب الصحيح هو الخيار دي اللي هو البوب ثري السؤال الثاني أي مما يلي يستخدم المنفذين أو يستخدم منفذين الجواب عندنا الخيار A اللي هو بروتوكول FTP فايل ترانسفير بروتوكول بيستخدم المنفذ عشرين والمنفذ واحد وعشرين السؤال الثالث أي مما يلي بيستخدم المنفذ رقم 22 الجواب هو الخيار B اللي هو بروتوكول السؤال الرابع ما هو الجهاز الذي يعمل في الطبقة الثانية؟ عفوا الطبقة الثانية نعم الجواب هيكون الخيار B اللي هو جهاز الـ يعمل في الطبقة الثانية السؤال الخامس ما هو الجهاز الذي يعمل على الطبقة الأولى؟ الجواب الخيار D اللي هو جهاز الـ السؤال السادس ما هو الجهاز الذي يعمل على الطبقة الثانية؟ السؤال مكرر والجواب أيضاً هيكون مكرر وهو الخيار B اللي هو جهاز الـ السؤال السابع أي مما يلي ليس من ضمن مدى العنوين الخاصة؟ أو اللي هي برايفت IP الجواب الخيار D اللي هو 192.165.5 حتى 192.172.255.255 هذا طبعاً مدى خاطئ للعنوين الخاصة ضمن الكلاس C السؤال الثامن أي مما يلي يوفر سرعة رفع مساوية لسرعة التنزيل؟ عندنا الخيار هو الخيار A اللي هو SDSL هو طبعاً الأس الأولى هذه اختصار لسايماتريك DSL أو DSL متماثل أي أنه متماثل يعني السرعة هي نفسها في سرعة التنزيل هي نفسها سرعة الرفع عند تصفح الانترنت السؤال التاسع أي مما يلي هي منطقة يمكنك فيها وضع السيرفر العام لكي يصل إليه أشخاص قد لا تثق فيهم؟ الجواب الخيار B اللي هي منطقة DMZ السؤال العاشر أي مما يلي يعمل في المدى 5 جيجا هيرتز؟ الجواب هو الخيار A اللي هو 802.11A السؤال الحادي عشر أي مما يلي يعمل بحط أقصى 2 ميجا بيت؟ الجواب الخيار D اللي هو 802.11 السؤال الثاني عشر أي مما يلي يمتلك أكبر حجم خلية؟ الجواب هو الخيار C اللي هو 802.11G فال802.11G حجم الخلية فيه بتساوي 125 قدم أي ما يعادل حول 38 متر بينما المعايير الأخرى بيتقدم لنا 115 قدم بحول 35 متر السؤال الثالث عشر ما هو نوع السيرفر الذي يحول الـ IP Address إلى اسم الجهاز؟ الجواب هو الخيار B اللي هو الـ DNS السؤال الرابع عشر أي من أنواع السيرفر الذي يقدم إعدادات أوتوماتيكية للـ IP؟ الخيارات عندي الخيار الصحيح هو الخيار C اللي هو بروتوكول الـ DSCB السؤال الخامس عشر أي من أنواع السيرفر هو قاعدة سيرفر قاعدة بيانات؟ الجواب هو الخيار D اللي هي الـ SQL السؤال السادس عشر أي من ما يلي هو عنوان Class B الجواب الخيار C اللي هو 172689 هو ينتمي لـ Class B اللي المدى الخاص به هو من 128 حتى 191 و 172 تعتبر ضمن هذا المدى أو في داخل هذا المدى السؤال السابع عشر أي من ما يلي هو عنوان Class A الجواب الخيار B اللي هو عشر ستة ستة ثلاثة فـ Class A بيبدأ من 1 حتى 126 و 10 هي تنتقع ضمن هذا المدى السؤال الثامن عشر أي من ما يلي هو عنوان بيتبع Class C الجواب الخيار A اللي هو 192 165 وذلك لأن Class C المدى الخاص به يبدأ من 192 حتى 223 و 192 ضمن هذا المدى السؤال التاسع عشر عندما تحتوي الأجهزة الشخصية قدرة شبكية ويمكنها التواصل المباشر مع بعضها البعض فهي تنشئ أي نوع من الشبكة الجواب الخيار C اللي هو اللي هي الشبكة الشخصية الـ PAN اللي تسمح لعدد من الأجهزة الشخصية التابعة لشخص بأن تتصل مع بعضها البعض السؤال العشرون أي من ما يلي هو مجموعة من اثنين أو أكثر من شبكة محلية وعادة تتصل من خلال الراوترات وخطوط مؤجرة مخصصة الجواب هو الخيار A اللي هي الشبكة الواسعة السؤال الواحد والعشرون أي من ما يلي هو شكل الـ Adhoc في الشبكة المحلية اللاسلكية الجواب الخيار D اللي هو WMN اختصار الـ Wireless Mesh Networks السؤال الثاني والعشرون أي من ما يلي يستخدم لتوصيل موصلات على نهايات الكيابل الجواب الخيار A اللي هي أداة كريمبر أو أداة الكبس السؤال الثالث والعشرون أي من ما يلي يحتوي على الفولتيميتر وهو لقياس جهد الكهرباء والأوميتر لقياس المقاومة والأميتر لقياس التيار الكهربائي الجواب الخيار C اللي هو المالتيميتر أو الجهاز متعدد القياسات السؤال الرابع والعشرون والأخير أي من ما يلي يجعل من السهل إيجاد بداية ونهاية الكيابل الجواب الخيار دي اللي هو مولد النغمة إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة